ألا بيكم مرة أخرى عزيزة مشاهدين كابتن حسن 2006 نقطة انطلاقة كبيرة للكابتن حسن شحاطة رغم إن إحنا كلنا أو كل الناس كانت مهيئة إن 2006 البطولة مش بتاعتنا البطولة إما بتاعت الكاميرون إما بتاعت كودفور مصر صاحبة الأرض والمنظمة وعندها وعندها لكن ما كناش مرشحين رقم واحد لهذه البطولة صح فضلك جماهير هي اللي عطتنا إنه نبقى رقم واحد بوجود الجماهير اللي إحنا شفناها دي وبنشوفها كل يوم التالي ما يجيبوا الماتشات بتاعت 2006 تقول الجماهير دي هي اللي عطتنا البطولة ودي حقيقة إن إحنا كلنا وإحنا راحين مثلا من الفندق لغاية الملعب عشان نلعب نلاقي العائلات راحة تتفرج على الممرأة مش هقولك الجماهير العائلات هتلاقي الزوج والزوجة والأولاد وبتاع كل الكلام ده راح لدرجة إن أنت في الملعب حتى لو كنا وحشين ما تلاقيش لفظ طلع من الجمهور لأي لاعب إن هو لفظ كده يقلم ويتعب لقيت من وجود الكودفور والمغرب في مجموعتنا مع ليبيا كانت قوية جدا طبعا فرقة قوية جدا بس أنا عندك الثلاث بطولات ما خسرناش ماتش يا موهي صح ما خسرناش ماتش غير ماتش واحد يتعادلنا فيه مع المغرب بالضبط كده كنا أقرب كمان بالضبط كده فعشان كده بقولك إن إحنا لعبتنا اللي كانت موجودة في الوقت ده واللي جات بعد كده نغات ما خلصنا إحنا الدورات بتاعتنا لعيبة مش هتيجي زيها طيب من نجوم المنتخب في 2006 كان أحمد حسان ميدو كان ليه شن ورن زي ما بيقولوا لأنه هو كان المحترف الوحيد في توتنهام أنا بقولك كان المحترف الوحيد اللي هو كان محترف واللي هو جيه لا هو كان فيه أحمد حسن أيه كان فيه بس كان اسم ميدو كان توتنهام اسم ميدو كان كان معلق جامد يعني تمام ميدو في مطش السنغال ما تعرفش إيه اللي حصل أو إيه كواليس لأنه هي ما كانتش وليدة الصدفة لأنه هو كان قبلها طلع من كذا مباراة حتى ميدو هو بيتكلم بقولك كل مرة كل مرة كل مرة طب كان ليه كابتن حسن شحاته كان عنده لعيب كبير أو زي ميدو كان بيخرجوا رغم أن النجوم ما بتخرجش في هذه المباراة لا النجوم بتخرج لما يكون فيه عاوز تنشط الفرقة بتاعته وأنا ميدو لما خرقته ما خرقتهش عشان أنا هو وحش لا أنا خرقته على أساس أن أنا عاوز أحط حد تاني عشان أنشط المهاجمين كويس فهو قاعد يقول لي كل مرة كل مرة كل مرة فعشان كده يعني أنا هقولك مش هقولك ما سمعتلوش لا سمع له كل حاجة وشايف كل حاجة أهمانا أنا بدير المباراة ازاي أنا بدير المباراة ازاي بالرغم من الموجودين معايا الكبات اللي الموجودين معايا أنت قلت له مفيش مشكلة مفيش مشكلة يعني الكلام يعني الكلام الأول كان طبيعي تعرف أن أنا مخرجه في الديئة كم في الديئة حاجة وثمانين ثمانين تسعة وثمانين وكاسر يبقى ثمانين في الديئة ثمانين وبعدين هو ربنا المنصف طول ما أنت عادل يعني أنت النهاردة لو ما كنتش عادل مع ميدو أو مع غير ميدو ما كانش ربنا كرمنا أبدا 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 لا وعمر زاكي اللي أنت نزلت ما أنا بقول لك بعد دقيقة أو ما كملش دقيقة وبعدين أبو تريكا بيلعبها بشماله أبو تريكا عمره ملاعب بشماله كل يمينه من بره رجله من بره كده وبتاعه وكلام ده كله عملها بشماله قوية جدا رأخر لما جات لعمر زاكي هنا في القورة هنا راحت زي الطلق في الجون كرة غشيمة زي ما بيقولوا يعني من شمال كده تعرف شمال كده بالضبط كده وهو مش هشوال بتروح هو مش هشوال هو ما نعيف بقى راحت فراحت فأنا دايما حتى لما يجي يقولك أنا الصحة أنا الصحة أنا الصحة أنا الصحة مش عشان بخرج ميده أنا بخرج ميده أو غير ميده ليه بحاول أن نشط طب إلا صور الموضوع لصور الموضوع دخول حسام وكان حسام أنا كنت أعاوز أقول الكلام ده هو موجود يعني عشان ممكن يتقل الكلام غير حسام راح قبله وبتاعه وكده أو بيهديه أو حسام راح يهديه اتخدت إن هو راح يحيجه لا كان واضح إن هو بيهديه طيب أنا بقول لها هي اتخدت كده هي اتخدت كده فميده زادت في الموضوع لما حسام بدأ يهديه وبتاعه الكلام ده ميده زادت في الموضوع أصارت إن ميده يكون خارج المبرنة إيه ده وضع طبيعي وضع طبيعي قلت لهم يا ناي هو لا 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 كابتن سمير فكان الكلام كله إن هو ما يبقاش قاعد على الدكة وعشان أسمح له إن هو يبقى متواجد هيقعد هنا في المقصور على أول كرسي في المقصور يبقى من قريب حتى لظهر اللعيبة أيه بس كان قرار كان قرار إيه إيه القرار اللي ممكن تلاقي فيه غلط إيه القرار اللي فيه غلط مع اللعيب رقم واحد يعني اللعيب رقم واحد خالي الواحد يكون قرار مع محمد صلاح بأزل نفرض إن هو مش موفق نفرض إن هو مش موفق هو أو غيره أنا مقصدش يميده يعني يميده بس كان ممكن يكسبك المبرانة إيه أي المبرانة إيه مع كود ديفور أو أنا كنت أضمن إن أنا ممكن أنا النهاردة أكسب الماتش بتاع السنغال كنتش أضمن إن أنا أكسب الماتش بتاع السنغال إيه اللي بيقول أنا أعمر زكي بس يعني كان لك أهداف تاني خالص بعيد عن المكسب والخصار بعيد تماماً أنا ما كنتش بفكر أبداً إن ميدو ده اللي مخصرني أو ميدو ده اللي عيب وحش إن أنا أعادوا للديئة ثمانين من المباراة يعني مش لعيب وحش يعني هو نمر واحد عندك هو الهداف الأولاني عندك بجانب عماد متعب وعمر زكي والمجموعة ديئة المهاجمين وبناءاً عليها بعد كده لما جاي بتاعك برضو الكلام كان مع سمير عدلي يسكبت سمير لو سمحت روح لميدو كمان يعني عشان ما ما يبقاش عملنا كده من غير ما يعرف روح لميدو خل لميدو ياخد الشنطة بتاعته ويمشي من المعسكر عاوز يقعد في المعسكر بس ما ينزلش الملعب مع اللعبة أو على دكة اللعبة قرار ده امتد لإمتى امتد لتاني يوم الصبح اه يعني قرار ده امتد لتاني يوم الصبح وامتد مع كابتن حسن شحاتة لإمتى بعد البطولة ما فيش اللي هو تاني يوم الصبح لما السيد علاء والسيد جمال جم وصلحونا مع بعض واحنا في الملعب وبتاعه الكلام ده خلس الموضوع على كده خلس الموضوع على كده من وقتها اللي مازا لم يشارك في 2008 أو ضمته وفي 2010 ضمت جده على حساب ميدو مش على حساب ميدو كل الناس بتقولها على حساب ميدو لأنه هو الوحيد اللي تقولها من القايمة كويس فأنا النهار ده لما هيبقى ميدو يعني يعني هتلاقي نفسك أنت هتبقى مستاء شوية يعني مستاء شوية هيبقى أي حاجة أنت بتعمله عشان ميدو يبقى أنت قصد أن يعمل الكلام ده عشان ميدو سواء بالرفض أن هو يلعب أو يتمرن أو 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 باللعب لو أنت لعبته يبقى أنت خايف منه لو أنت ما لعبتوش يبقى ده الوضع الطبيعي أن أنت بتعمله طيب يعني ممكن الأحداث اللي سبايسي شوية اللي الناس بتتذكرها مع كابتن حسن شحاته هتلاقيها مع ميدو هتلاقيها مع شكبالة والتنين شكبالة مالو زملكوية أيوة شكبالة مالو يعني شكبالة ما منضمش لمعسكر منتخب مصر شكبالة حصل موقف مع كابتن حسن قبل كده وهو في النادي الزمالك بص 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 عشان هو اتقال كلام في الموضوع ده كتير قوي حلوة شكبالة موجود وهو لو يقدر يعمل لنا ثلفون دلوقتي يبقى كتر خيره تمام إنه هو الراجل بيحاول بقدر إمكان إنه هو يشيل العبء من علينا حاول نجيل ويشيل العبء من عليه شكبالة ما بيحبش يروح مع عسكرات ما بيحبش يروح مع عسكرات مش عشان أنا ما اخترتوش ما بيروح مع عسكرات الزمالك كلها ما هو يروح مع عسكرات الزمالك عشان لكن معسكرات المنتخب أطول بكتير من الزمال ومنتخدته في 2010 كان موجود فين؟ في 2010 أنا بقولك أنا بقولك ما بيحبي شروع المعسكرات يعني هو راجل 2010 لده تقلت بطولة وبعدين كمان برة بس ملعبش كل ده كويس ما يلعبش انت راجل النهاردة بتلعب بالمجموعة اللي كانت موجودة معاك عارف انت ازاي اللي هي مستمرة معاك من يعني اعزوني الناس يعني اعزوني عن أسئلة للناس كلام كتير أنا كلام كتير أنا بسمعه وماستحمله وخلاص لكن أنا ساعات بقول الناس لما تعرف الحياة ها هتعزوني ايه هي الحياة ان هو ما بيحبش يروح مع عسكرات طويلة بس في لعيبة كده؟ في لعيبة كتير ما بتحبش يروح مع عسكرات تزهق مثلا كده ايه ده زي مين؟ بتزهق مثلا ممكن لتوكم بتزهق توكم ماشواخدين ان هم يعني ياكلوا برة او يتمرنوا مع مع لعيبة كتيرة في الملعب بتاعه ما يبقاش هو هو شيكابالا ويحب ان هو يبقى هو الفافوري بتاع الفرقة اه النجم النجم الفافوري بتاع الفرقة تمام ودي حاجة تتحساب له يعني ده مش عيب والجلده كان فيه لعيبة تقيلة كتير اه ما انا بقولك مش عيب يعني جيله يعني هو يحس الاحساس ده بس انا شيكابالا ما فيش بيني وبينه اي حاجة في اي حاجة يعني هم الاتنين دول اللي هم بيتقال عليهم ما عرفش حصل شحاته ضد ميدو وضد شيكابالا بالزبط لا اه انا ميدو تاني يوم الصبح صالحنا حير زي ما بقولك كده الاساس عليها والاساس جمال جم وصلحونا اه بس شيكابالا كان عمر اسمه عمر ايه بتاع بتاع اسمه عمر ايه عمر زاكي عمر جنين عمر جنين اه يو كان هو اللي كل مرة يجيبه ييجي لدرجة ان انا اخر مرة قلت للدكتور احمد ماجد والدكتور احمد ماجد موجودة ممكن تكلمه اهو يكلمنا يا دكتور قلنا بيشوف لشيكابالا فيه اي حاجة تمنعه عن وجوده في المعسكر او اللاب اي عشان عشان ما يقوله ان هو مصاب خلاص اشوف الدكتور بتاع المنتخب هو اللي يقول هو اللي يقول الله ده مصاب ده فيه عنده حاجة ده عنده كذا 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 ما عندهوش حاجة طيب الموقف بتعميده وهو خارج في 2006 تقرر مع شيكابالا في احد المباريات لا ما انا مش عاوز اتكلم في ده لان شيكابالا شتامني شيكابالا شتامني ده كان ماتش كان بتاع الرباط المغربي او حاجة اي واحاجة كده وكسبانين اتنين وهناك احنا كسبانين اتنين فبرضو نفس الكلامة انشط الفرقة والفرقة تقدي وبتاعه والكلام ده كله وهو خارج شتامي بس طيب يعني انا مش هكسف اقول كده يعني انا مش هكسف اقول كده طيب كابتن حسن لو قلتلك في 2006 شنق في الموضوع 2006 ما هي اصعب مباراة لكابتن حسن شحات اللي كان خايت منها كان عامل لها حساب وكان قلقان في نفس الوقت انا بص انا ما لقتش ابدا انا خلال الدورات انا كان في 2006 سيبك من ادوار التمهدية خلاص ادوار التمهدية خلاص يعني مع ليبيا كسبنا تلاتة وبعد كده كسبنا كودفور او اتعدلنا المغرب سفر سفر وبعد كده كسبنا كودفور تلاتة واحد لكن كونغو سنغال كودفور المطش اللي في التلاتة دولت فعلا كنت قلقان وقلقت وخفت كودفور الاخير اه كودفور مش هقولك بتاع لا كودفور نهاي هو ده اللي محمد حسن حتى ضيع ضرب الجزاء ضرب الجزاء ولما جات ضربات الجزاء قلت له اول واحد انت انت اللي قلت له اه تمهوم موجود احمد حسن اه انت اول واحد هتشوت ابراهيم سعيد خرج وهو قال لي قال لي كابتن عشان انا مش عاوزة شوش ان ضربات جزاء اه احترمه 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 جدا اه طيب هو مش عاوزة يخاف واضح صريح بس اه طيب 2008 لو كلمنا عن 2008 لا 2008 بقى كانت دلع كله 2008 كان احلى كرة لعبت احلى كرة لعبت للمنتخدم احلى كرة لعبت وبالرغم من ده درجة ان مورينيو كان بيجي يقعد عشان يتفرج عليهم قال لي مورينيو انا عملت لقاء عملت لقاء مع مورينيو اه بعد البطولة كان في لندن وقال لي انا استغربت ازاي المنتخب ده ما فيهوش لعب ما يوصلش كاس عالم اه انا عملت الحوار في 2010 تقريبا فكان مستغرب جدا ازاي منتخب مصر ما يوصلش كاس العالم اللي هي كانت كاس العالم كانت 2010 تقريبا كان 2010 كان 2010 ايه 2010 اه كان 2009 قال لي انا اتفرجت عليكم في غانا اتفرجت على المنتخب عندكم منتخب كويس جدا واستغربت ان هو ما راحش لي كاس العالم لكن بالرغم من اداء القوي كسبنا كوديفور كسبنا الكاميرون في بداية اربعة اتنين كسبنا زنبيا السودان لا كسبنا السودان وتعدلنا مع زنبيا لكن جينا لمباراة انا منسهش مباراة كوديفور لان كانت كوديفور كسب غينيا تقريبا خمسة وكانت في اعلى 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 مستوياتها مستوى وكانت عاملة رعب لكل المنتخبات وكنا بنقول في المعسكر يعني واحد سفر ونروح ولا شكلنا حلو للأمانة كابت المعليش المعليش اه عادي كنا بنقول واحد سفر الناس ما تعرفوش بقى ان انا طمعت في البطول ازاي كل ما بتكسب ده وبتكسب ده وبتكسب طمعت في البطول انت كسبت الكاميرون طبعا طبعا انا بقوله خلاص بقيته بصوم بكله ومجموعة جرمي اه اه انا طمعت اصلا في البطول وبعدين انا قلت الكلام ده للعيبة قلتهم شوفوا انا طمعت خلاص بيكو في البطول وانتوا دلوقتي زي ما بتقولوا ايه عروسة بين ايديكو هي هتكسبوها لان لازم تكسبوها عشان تبقى بتاعتكو يا اما هتسيبوها للخصم ياخدها فانت لو عاوز تسيب مراتك او تسيب عروسةك للخصم سيب عروسةك للخصم عملت ايه في المحاضرة بتاعت كودفور ما انا بقولك ها دي في المحاضرة دي في المحاضرة كودفور اه اه لو انت عاوز تسيب عروسةك سيبها عاوز تعتافز بعروسةك وتبقى موجودة معاك عروسةك على طول وتعيشه حياة جميلة الماتش قدامكو ما جبت سيرة دروجبة لا دروجبة جبت سيرته في انه هو لما رحنا نلعب الماتش هم داخلين بالاوتوبيس ده وهما زي ما بتشوف انت في التلفزيون كده داخلين في الاوتوبيس وطبله ورأسه وزماميره بتاعه بتقولهم بصوا دول انا عاوزهم يطلعوا كلهم بما فيهم دروجبة اللي هو جاي لانه كان جاي متصور وجاي بمصورة وعمل كده بعد ما جابت جون بالضبط كده ما كانش معنا احنا ايه كان اخر ماتش ليهم جابت جون رح عامل كده يعني خلاص احنا القطار ده لازم تنزلوله راسه تنزلوله راسه دول كلهم اللي بيرقصوا وبتاع كلهم لازم يطلعوا يكونوا بيبكوا وبيعيطوا لازم تنزلوا راس دروجبة وقد كان وإحمد فتح جاب جون ما شفهاش طب انا احكي لك موقف لي انا اقول انت عندك ذكريات وكواليس وانا عندي لان انت عارف احنا كنا مانتو كنا مانتو انا كنت واقف وراء الحضري يعني انا طول المباراة انا واقف وراء الحضري وراء الجون ومش عايز يعني اخفيك سرا كنت بتكلم مع الحضري كمان يعني كنا باللاغف باللاغف بعض لحد ما جيت جون احنا احمد فتح اتقدم واحد سفر وربنا قرمنا ان الجون بتاعهم متصاب اه وبدله الجون وبعد كده عمر زكي جاب جون وجي عبدالقادر كيتا جاب جون غير طبيعي الشوطة الشوطة انا كنت سامع الشوطة وهي بتلف في الهوا عملت كده في الحضري شافاش لكن اللقطة اللي انا مقدرش انسيها لقطة الكرة اللي جات للرجبة بدماغه وشالها الحضري شالها كده لا ده الكرة اللي شالها من الجنب شالها من الجنب لانا انا عملت كده وانا كنت ورا الجون فعملت كده ان الكرة جون طب بفتح ما لقيتش الشبكة تهزت قلت بعدها حضري ألي شفت 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 أنا عملت إيه لا يعني كان التوفيق من عند ربنا لا كان توفيق عند ربنا للحضر ولعبت مصر كلها ده بينه وبينه يا كبتل وعملت باند في الأرض أنا عملت كده وعملت باند وشالها وصلنا لي المباراة النهائية كانت الدنيا بقى إيه مع ربشوحي يعني أعماد متعب ضيع أهداف صعبة جدا لدرجة إن إحنا خلاص وجاب أهداف صعبة جدا آه خفنا في 2008 يا الموتش فين؟ فين منتخب مصر اللي معاودنا إيه؟ أربعة بقى آه طبعا أربعة في كوديفور واربعة في الكاميرون وتلاتة في السودان وقال لا معافش وأنجولا برضو كسبناها في الدور التقريبا الستاشر فالموضوع فين؟ الموضوع اتأخر إلقت أنا؟ أنا طبعا إلقت وهقول لك ما إلقتش؟ لا إلقت إلقت قلق جامد جدا بس اللعيبة اللي معايا رجالة يطمنوك يطمنوك يعني ما تقلقش منهم تقول دايما يا رب الحمد لله تقول يا رب الحمد لله يا رب الحمد لله سواء علينا أو لينا بتحمد ربنا فيها وبناءا عليها ربنا كرامنا إلي ما تنسوش في دورة 2008؟ إلي ما نسوش في دورة 2008 إن إحنا كنا كل مباراة كل مباراة بنتبح ونوزع على الناس اللي موجودة هناك هناك آه هناك آه مش هنا هناك كل مباراة نتبح ونوزع وكان فيه جامع تقريبا وكان فيه مسجد دايما طبعا كان فيه مسجد آه لم نصلي فيه وتاعه وكان مش بنصلي عشان ربنا يكرمنا إحنا بنصلي لإن إحنا بنصلي عادي يعني الصلاة ده بالنسبة لنا ده واجب شرعي طبعا آه بناءا عليها كمان إحنا كنا لما بنتبح بنتبح بنوزع للناس لنه حسن لها درجة إنه هم قالك لو جم هم شافوا كانوا بيتكلموا على مين وإحنا بنتبح كده كان خدونا مع الإرهاب آه لإنه أحمد حسن كان بيتبح آه أحمد حسن كان بيتبح بيده آه آه حاجات كتيرة حاجات كتيرة جدا ربنا كرمنا بيها بسببها آه 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 كان صعوبتها وآه خطرتها وآه ألقها كنا خارجين من كاسبها آه آه يا ديت آه آه ربت لنا أو ربت لنا بمعنى صح يعني آه 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 ألق وخوف ألق وخوف كبير جدا 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 آه وأنا خوفت إنه هو ممكن يحصل زي ما حصل في آه الجزائر في الجزائر زي ما حصل في الجزائر في السودان آه آه اللي هي في السودان آه وقلت ربنا يسطر وإحنا بنلعب مع الجزائر ربنا ربنا يسطر لدرجة إنه إحنا الماتش ده أنا قمت الصبح بعد مفترت خرجت كده بره شوية كده أشوف ألف أشوف آه أشوف آه مش بره بره يعني اللي مصحت منهم يعني في الفندق يعني لقيت الأمور عادية جدا أنا خوفت يحصل لأنه والله حصل في الجزائر بلاش أنا أقول عشان إحنا خلاص انتهينا من من الماتش ده كنت موجود كنت موجود موجود إن أنا أشوف عمر الزكي وأحمد فتحي العين لبسوهم بين الشطين في ماتش الجزائر وكابتن إحنا مش هنلعب ليه يا عمر ليه يا أحمد قال لو كابتن لأ ده فيه سكاكين بتتغرز في الملعب وفي السنتر وبتاعه والكلام ده كل قلتهم خلاص بره ده في السودان ده في السودان قلتهم خلاص بره حتكم فكنت ببص على المدرجات إن أنا أشوف الأعلام الخضرة بتاعة الجزائر قال إيش لأن يظهر هم كانوا عرفوا هناك في الجوون إن إحنا اتعامل فينا كذا وكذا 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 كذا في الجزائر فلدرجة إنها إن هم ما دخلوش الجماهير الجزائرية كويس وكنا جنب الأوتوبيس وإحنا رحنا التمرين وحي راجعين من التمرين متسكلات قدامنا ومتسكلات عن الجناب ومتسكلات من وراء فيها متسكلات شرطة يعني أو جيش وكان أي حد يقرب للأوتوبيس كانوا يعملوا ويدربوهم برجليهم عايزين نعدي المرحلة عايزين نعدي المرحلة عايزين نعدي المرحلة عايزين نعدي المرحلة خلينا في 2010 آه عشان ما أنا بقولك لا خلاص يعني آخر ماذا مش الله زي الفول الحمد لله 2010 2010 كنا جايين من خروج من كاس العالم آه فبرضو كان مجموعتنا فيها ناجيريا كانت مجموعة برضو موزمبيق ومش فاكر بلد الثالثة بس ممكن نفتكرها يعني كانت ناجيريا كسبناها وكانت برضو فرقة قوية جدا جدا آه وانا يمكن كان ملعب جديد اللي كنا بنلعب فيه بالظبط كده وكانت الأحداث آه جميلة وصلنا كسبنا الكاميرون برضو وكان بقى آه بطولة جده يعني جده اللي انت راه انت عليه عايز جده دي فكرته جات ازاي يعني هل تفقلت خلاص ان هو في أول مباراة نزل جابجون أول خلاص ما حدش بيشوف جده لكن عارفين ان جده هينزل آه عارفين ان جده هينزل كانت دايما بينتظروني ان انا في آخر تلت ساعة تنازل هنادي على جده كانوا بينتظرون يعني حتى لعبتنا بينتظروا الناس الجماهير بتنتظر ان انا انزل جده وفعلا قد كان غانا لما نزلته في غانا في آخر مباراة في النهاية بتقوله بقى هتوصلنا تكسبنا البطولة ولا هتتقاع آه يعني هتتقاعس كده آه خلي بالك الماتشي تصعب برضو الماتشي كان صعب جدا غانا 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 ايه بقى غانا اللي من الماتشي ده محدش عارف يوف قدامها خالص كسبتنا ستة بعدها بالفريدة ده لما كنت انا بسبت بقى اه كان مع برادلي مع برادلي لكن غانا انا عايز اقول تكوين الجيل الاقوى في غانا كان في المباراة دي كان بداية المباراة دي صح اه واحنا كسبنا يمكن يعني لان الوقت الاضافي كان هيبقى بالنسبة بالنسبة لنا مشكلة الوقت كان هيبقى بالنسبة لنا مشكلة اه لان اتأخر المكسب اتأخر بالظبط مش عشان اللعيبة تعبانة لا اتأخر لا عشان المكسب اتأخر لكن كان بين زيدان وجده فيه كده عقد ان هو يلعب له الكرة وزيدان يروح مرجح له جوه الثمانتاشر خلو عقدي دي وهو اما لا خلو عقدي فيروح جده يروح رايع جايبها وعملها في البعيدة يعني مش عاملها في القريبة اي عاملها في البعيد وهي ما الجيش اللي كده صح يعملها في الزاوية الفاضية طيب كانت انصاف كبير جدا للمنتخب والجهاز الفني ولللعيبة اربعة سفر انصاف واي انصاف بتكسب بالاربعة وبعدين هم بيلعبوا ضدك وبيعملوا اللي ما يتعملش عشان تتحسب عليك ضربات جزاء وتتحسب عليك فولات في جوه الملعب وتحسب عليك ان اللعيبة دي تمعرفش إيه لك اللعبتنا قلتولهم خدوا بالك محدش يحاول يحركوا ليه للغلط لعبوا ملكوش متبعدوا ابعد عن اللعيب ولعبوا الكرة من بعيد متأمت متأخدش الكرة وتروح لللعيب زي ما هم كانوا بيعملوا كانوا بياخدوا الكرة ويروحوا اللعبتنا عشان اللعبتنا تخش معهم التحمات التحمات فقلتولهم خدوا بالكو يعني هيعملوا معاكو كده وانت ما تعملوش كده توقعت الفوز كبير ده؟ انا توقعت طبعا انا توقعت الفوز لان احساسك باللعيبة بتاعتك يخليك تتوقع حاجات كتيرة جدا 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 وممكن يخليك تتوقع للهزيمة بس لا اللي انا شفتوا من لعبتنا ما كانش التوقع بالهزيمة كانت توقع بفوز كدير جدا تمام ايه الموقف اللي ما تنسوهش في 2010؟ الموقف اللي ما تنسوهش اللي هو اللي احنا بنتكلم فيه ده ان انا نقص كده بوصف الساعة نقص نصف الساعة نقص تلت الساعة يلا جده قوم يلا يا جده قوم طبعا ده بمعاونة زملاته خد بالك يعني زملاته برضو حسوا بالحطة دي يافعية ان انا جده كل تلت الساعة اخيرة بينزله وبتاعه بجده محدد كنت زابط ساعتك؟ ايه زابط ساعتي خلاص طبعا زابط ساعتي اول ما يبدأ تبدأ مبره بزبط ساعت ساعة كذا وكذا وكذا عارف انت هتنزل جده ايه طبعا اه وحتى نزلت جده في ماتش الجزيرة رغم ان احنا متقدمين ما لا متقدمين وجاب جون اه يعني احنا كنا في ماتش الجزيرة كنا 3 سفر وجاب جون مع الـ 18 منع الـ 18 يعني انت هتنزل جده هتنزل جده خلاص هو موضوع كابتا حسن كان بتفاعل وتشأم؟ اه بعد الاحيان مش على طول انا كنت دايما وثق من لعبتي بشكل كبير جدا 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 وثق مع لعبة بشكل كبير جدا ومش مع لعب واحد مع كل اللعبة انه لما حينزلوا هيعملوا كل ما بدلهم هيعملوه فما كنتش بقى لا كنت دايما ببقى متفائل باللعبة دي كلها اللي بنزلهم واللي هما بيلعبوا من البداية تمام كابتن حسن اه اه اقول افتكرت حاجة طب استنى بقى شوية جيبه له واسه مية اه طب ناخدها بعد الفاصل ناخدها بعد الفاصل بعد الفاصل مكملين لان اللي جاي جابد اوي مع الكابتن حسن مش حياته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة